ماغي كخت شباجتي و أبفل كوخن ماغي تطبخوا السباجتي و كعكة التفاح دي شباجتي دي أبفل كوخن ماغي هات هونغا ماغي تشعروا بيجوع و موشت شباجتي كوخن وتودوا طبخ السباجتي أولا تملأوا طنجرة أو حلة بالماء فلن في المعنى ملأة أو عبأة دي شباجتي و هي الطنجرة و هي الطنجرة و هي الطنجرة يعني وتضعها على الموقد الفعل شتال يعني و ضع در هيرد وهو الموقد دان شلطت زي دن هيرد آين ثم تقوم بتشغيل الموقد أين شلطن يعني شغال عندما تشغل آلة كهربائية في حالة كان عندها موقد يشتغل بالغاز تصبح الجملة دان تسندت زي دس غاز آن ثم تشعل الغاز أن تسندن فعل معناه أشعل و تنتظر حتى يغلي الماء الفعل كوخن هنا في هذا السياق معناه غالة وليس طبخة بس يعني حتى واتن يعني انتظر ينتظر تأخذ مغي عبوة أو علبة من السباجيتي من الخزانة أو الدولاب دي باكم يعني عبوة أو علبة در شخانك وهو الدولاب وتقوم بكسر السباجيتي في الحالة الفعل بريشن في هذا السياق معناه كسر زي غيرت زي أم تحركها يعني السباجيتي أم غيرن فعل معناه حرك يحرك دامت زي نيش تسوزامن كليبن يعني لكي لا تلتسق ببعضها البعض تسوزامن كليبن فعل معناه التسق ببعضه البعض نخدم دي شباجيتي جيكوخت زيند بعدما أصبحت السباجيتي مطهية أو مطبوخة الصفة جيكوخت معناها مطهي أو مطبوخ نمت ماري أي نو قابل يعني تأخد ماري شوكة دي قابل وهي الشوكة وتتدوقها الفعل بخوبيرن هنا معناه تدوق يعني ماري تقوم بتصفية الماء تقوم بتصفية السباجيتي من الماء أبغيسن فعل معناه التصفية من الماء وتعيد السباجيتي إلى الطنجرة تسوق جيبن فعل معناه أعادة أو أرجعة الآن حان الوقت لتحضير السلسة دي سوسة هي السلسة تسوق جيبن فعل معناه حضره يحضره ماري نمت أين بفانة يعني ماري تأخد مقلات دي بفانة وهي المقلات ونهتست إتواس أول وتسخين القليل من الزيت دس أول هو الزيت الفعل اهتسن فعل معناه سخنا يسخين ثم تقطع البصل والثوم الفعل شنايدن يعني قطع يقطع دي تسويبلن يعني البصل در كنوبلاوخ وهو الثوم وتبغيت زي أن وتقوم بقليهم أنبغاتن فعل معناه قلى نخ أين بار منوتن بعد بضعة دقائق جيبت ماري بسير توتماتن ان دي بفانة تضيف ماري في المقلات الطماطم المهروسة الفعل جيبن هنا معناه أضافة يعني تضيف للمقلات بسير توتماتن وهي الطماطم المهروسة زي فوجت جيبورتسة هينتسو تضيف التوابل دي جيبورتسة وهي التوابل الفعل هينتسو فوجن في المعنى أضافة يضيفه زالتس بفيفة و أوريغانو الملح الفلفل أسود والزعتر در زالتس در بفيفة و در أوريغانو أخيرا كل شيء جاهز فرتش يعني جاهز ماري نمت أين تيلر ماري تأخذو صحن در تيلر وهو الصحن جيبت شباكيتي داروف تضعو عليه السباكيتي داروف جيبن يعني وضعه على وتسكوب الصلصة فوقه جيس في المعنى السكبة داروف معناها فوقه زي شتخويت جيبن كيز داروف يعني ترش الجبن المبشور فوقه جيبن صفة معناها مبشور شتخوين في المعنى رشا داركيزة وهو الجبن نخدن زي دارش باكيتي جيريحت جيناسن هات بعدما استمتعت بطبق السباكيتي جيناسن هو الفعل جينيسن يعني استمتع يستمتعو دارس جيريحت وهو الطبق بشليست زي يعني قررت الفعل بشليسن يعني قرر يقررو اوخ اينو نخشبايزة تسو تسو بيغايتن تحضير تحلية ايضان دي نخشبايزة وهي التحلية زي هات لست اف اتواس زيس يعني ترغب بشيء حلو يعني ما داقه حلو لست هابن اوف يعني ان ترغب بشيء ما الصفة زيس يعني حلو ودنكت ان داس ريسيبت في اف الكوخن وفكرت في وصفة كعكة التفاح داس ريسيبت هي الوصفة دنكن ان فكرا في بلوس اكوزاتيف دار اف الكوخن وهي كعكة التفاح تبحثوا ماري عن الوصفة في كتاب الطبخ الخاص بها داس كوخبخ وهو كتاب الطبخ زوخ الناخ يعني بحث عن بلوس داتيف وتجمعوا المكونات دي تسو تاتن وهي المكونات الفيل زاملن يعني جمعا يجمعوا ابفل التفاح ميل يعني الطحين تسوكا السكر بوتا هي الزبدة آيا البيض باكبولفا الخميرة فانيلو تسوكا سكر الفانيليا ونت سمت وهي القرفة زي شيلت دي ابفل تقوم بتقشير التفاح شيلن في المعنى قشرة شنايدت زي ان دون شايبن تقوم بتقطيعه إلى شرائح رفيعة دي شايبن وهي الشرائح دون يعني رفيعة ود لكت زي ان اين باكفورم وتضعه في قالب كعكة دي باكفورم وهو قالب الكعكة دان مشت زي دي تسوتاتن ثم تقوم بخلق أو دمج المكونات مشن يعني خلطة أو دمجة ونت فرطايلت دي ميشن يبا دي أبفل وتوزعه الخليط أو المزيج دي ميشن والخليط أو المزيج على التفاح الفيل فرطايلن يعني وزعه نخدم در كوخن جي باكن فورده بعدما خبيزت الكعكة جي باكن هو الفيل باكن يعني خبزة نمت ماغي إن أوس دم أوفن يعني أخذتها ماغي من الفرن در أوفن هو الفرن ونلست إن إتواس أبكولن وتركتها تبردو بعض الشيء أبكولن في المعنى برد دان شنايدت زي ثم قامت بتقطيع قطعة كبيرة أو جزء كبير دي بورتسيون يعني القطعة أو الجزء وقدمتها في صحن زرفيرن يعني قدمة